قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن قانون العمل الجديد سيعطي الكثير من المزايا لطرفي العملية الإنتاجية وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن القانون يشجع على الاستثمار قانون العمل الفوجة النظري سيحدث نقل حقيقة في بيئة الأعمال والعلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال لأنه قانون كانوا حرصين أثناء نقاشات في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على إحداث حالة التوازن هدفنا في النهاية جذب المزيد من السمارات للدولة المصرية وده أحد أهم القوانين اللي بينظر لها المستثمرين لو بفكر يكون عنده بيزنس في مصر والحاجة التانية الحفاظ على العمال اللي هم العمود الفقري للدولة المصرية اللي بنكلم على ملايين من العمال وأثاره ما حيتأثر بهذا القانون هذا القانون فرصة تاريخية لأصحاب العمل لأنه ينظم العلاقة بين صاحب العمل وبين العامل بدقة متنهية وبشفافية تامة وحرصة في المقام الأول على أن صاحب العمل لا يضار في استثماره ولا في ماله ولا في منشأته قانون العمل قرب المجلس الشيوخ للانتهاء منه أعتقد فاضل الجلسة تقريباً وهننتهي من منقشته لحد الآن هو بيمنح الحقوق لكل الجانبين للطرفين سواء كان أصحاب العمل أو العمال في نفس الوقت والحقيقة أنه هو بيوفر الحقوق بالنسبة لإجراءات التقاضي بالنسبة لإجراءات الفصل التعسفي فإدى للعمال الكثير من المزايا وبالتالي وأيضاً لصاحب العمل بحيث يحصل توازن في ما بين الطرفين بصراحة بوزل في هذا المشروع قانون جهد كبير جداً من الحكومة من اللجنة الطاقة والقوى العاملة أخذت فيه قطعت فيه شغط كبير جداً لأن مواده 267 مادة عدلوا في حاجات كتير جداً منها يعني قللوا من جهد على المجلس ولما نزل الجلسات برضك ما عداش ببسولة لأن كل الأعضاء ناس كوادر وعية ومدركة أهمية هذا القانون ترجمة نانسي قنقر